الفصل الثاني تنظيم الاجتماعات كيف تنظم الاجتماعات كيف تنظم الاجتماعات طبعا تنظيم الاجتماعات من الأمور الأمور الهامة التي يقاس بها نجاح الاجتماعات وفشل هذه الاجتماعات طبعا يشمل تنظيم الاجتماعات بعض الأمور والنواحي الأساسية منها أولا الاختيار المناسب لأعضاء الاجتماع طبعا وقبل ذلك الهدف من الاجتماع تاريخ الاجتماع مدة الاجتماع ومكان انعقاد الاجتماع ثانيا الاختيار المناسب لرئيس الاجتماع اللي هو القائد الرئيس ثالثا الاعداد والتحضير للاجتماع كيف نحضر للاجتماع التحضير المسبق ما قبل الاجتماع رابعا تحديد قاعة الاجتماع أين سيعقد الاجتماع مكان عقد الاجتماع خامسا الوقت المناسب والمكان المناسب أن نختار الوقت والمكان المناسبين اللي نبدأ في الموضوع الأول اللي هو الاختيار المناسب لأعضاء الاجتماع طبعا إن من شروط الاجتماع الناجح الفعال الذي يحقق أهدافه التدقيق عند اختيار الأعضاء نختار الأعضاء المناسبين الذين يشاركون بفاعلية لإنجاح الاجتماع لأن الاجتماع يعتمد على هؤلاء الأشخاص المميزين هنا لابد من التنوي أن مستوى الخبرة والثقافة والتعليم والفكر له دور في الارتقاء بمستوى البحث والنقاش وسرعة الوصول إلى حلول وقرارات سليمة وإصدار قرارات سليمة اتخاذ قرارات سليمة هذا سوف ينعكس على الاجتماع ويعتبر اجتماع ناجح لذلك إن عدد الأشخاص المشاركين يجب تحديده مسبقا مع ضرورة تحديد الأهداف ويتناسب تحديد الأشخاص مع تحديد الهدف من الاجتماع ولا يزد الأعضاء عن الحاجة الحقيقية للاجتماع ليس الأمر في الزيادة فالزيادة المفرطة الغير ضرورية في عدد الأعضاء له انعكاسات جانبية سلبيا جانبية سلبية على الاجتماع لأنه قد تفرض وجود بعض الأعضاء الذين ليس لهم علاقة بالموضوع المطروح داخل الاجتماع ليس من تخصصهم هؤلاء أشخاص زائدين عن الحد يعني ليس لهم ضرورة هؤلاء لا يضيفوا إلا عملية الإحراج والتشويش داخل الاجتماع قد يتناولون موضوعات جانبية عائلية شخصية وبالتالي التف يفقد الاجتماع أهميته والموضوع الأساسي في الاجتماع تفقد أهميته أيضا وبالتالي تشوء عملية الاتصال داخل الاجتماع وبالتالي لا يمكن للمنظمة تحقيق الهدف من الاجتماع ويعتبر اجتماع فاشل فهو سلبي هو سلبي من سلبيات الاجتماعات أن حضور أشخاص ليس لهم خبرة ليس لهم داعي ليس من اختصاصهم غضا الرجل مناسب في المكان المناسب هنا الرجل غير مناسب طبعا المهم هنا الـQuality وليس الـQuality إذن العدد غير مهم أيضا من المعروف أنه كلما زاد عدد الأعضاء المشاركين كلما زادت صعوبة الاتصال فيما بينهم وتجميع الأهداف وهدف الاجتماع ونوعيته يحدد عدد الأعضاء فالاجتماعات التي تعقد لحل المشاكل والوصول إلى قرارات يقل عددها عن الاجتماعات التي تعقد للتنسيق وتبادل البيانات وجهات النظر المختلفة والمعلومات وكذلك الاجتماعات الكبيرة في المؤتمرات لذلك يجب يجب إختيار الأعضاء بطريقة سليمة دقيقة ثانيا الاختيار المناسب لرئيس الاجتماع القائد من يقود الاجتماع طبعا يعتبر اختيار الرئيس المناسب عاملا مهما في نجاح الاجتماع أو فشل وفاعليته فالرئيس الذي يتمتع بالخبرة والثقافة والتعليم والحكمة ويعلم كيف يقود الأمور قد يكون أقدر من غيره على إدارة الاجتماع فالرئيس الفعال هو الذي يبني علاقته مع بقية الأعضاء المشاركين على التعاون والثقة المتبدلة والمساواة في إعطاء الفرص للجميع بحيث يتيح لكل عضو أن يشارك في رايو يبدي رايو بحرية والتعامل الدموقراطي وليس دكتوري ليس من صلاحيات الرئيس أنه يفرق بين شخص وآخر لأن ذلك ينعكس سلبي على الاجتماع أيضا يجب أن يكون ملم بالنظام والالتزام بالكواعد والنظم والأداب والتهديب أثناء المناقشة ومنع الأعضاء من الخروج عن جوهر الموضوع وطرح موضوعات ثانوية للنقاش أو انصرافهم بطريقة مفاجئة كما أن من واجب الرئيس أن يعطي الموضوع المطروح في الاجتماع حقه في النقاش والدراسة لكل موضوع من جدو الأعمال حقه في الدراسة والنقاش والبحث والتحليل لذلك الرئيس الناجح هو الذي يعتمد على الموهبة والقدرة والخبرات في إدارة الاجتماع لا على أساس السلطة لا يستخدم سلطته أو مركزه الوظيفي لذلك هناك بعض الكواعد التي يجدر بكل رئيس الاجتماع الالتزام بها ما هي؟ أولا تحديد موعد الاجتماع والبدء في الموعد المحدد تحدد موعد تلتزم به هذا أولا لأنه ذلك يعطي انطباع جيد طيب للمرؤوسين أو للمشاركين في الاجتماع ويعتبر تدريب وتعويض لهم على إدراك أهمية الوقت مما يدفعهم إلى احترام المواعيد إلى احترام المواعيد والالتزام بالوقت المحدد طبعا عدم الالتزام عكسي عدم الالتزام بالموعد هذا يولد الملل والدجر عند العضاء مما ينعكس على مستوى المشاركة والاهتمام وإعطاء التفاصيل معينة حول اتخاذ القرار ثانيا المحافظة على النظام والالتزام والالتزام العضاء بكواعد الأدب طبعا هناك التزام بكواعد معينة بكواعد الأدب والحديث والنقاش واللباقة يجب أن يلتزم بها المشاركون يمنع المناقشات الجانبية يمنع من قبل الرئيس أو الرئيس المناقشات الجانبية لا تناقش مواضيع جانبية ناقشها فيما بعد التي لا تتعلق بالموضوع وأن لا يسمح بالتكلم لأكثر من شخص في وقت واحد هنا الانضباط لا يسمح الرئيس لأكثر من شخص أن يتكلم في نفس الوقت وأن لا يطرح في النقاش أكثر من موضوع واحد في نفس الوقت هذه أمور تساعد على الانتزام والنظام إذن ثالثا يستحب من الرئيس أثناء الاجتماعات أن يقف لقراءة الاقتراحات أو المرئيات من الأفضل أثناء الاجتماعات الكبيرة أن يقف الرئيس يتلو أو يقرأ بعض الاقتراحات والمرئيات التي تم التوصل إليها رابعا اعطاء كل موضوع حقه في النقاش والتحليل قبل التصويت عليه لا يجوز التصويت عليه إذا ما أعطيته حقه في النقاش طبعا التصويت عليه من قبل المشاركين لذلك كل موضوع في جدول الأعمال يجب إعطاء حقه في النقاش والتحليل حتى تكون عملية التصويت في اتخاذ القرار سليمة أيضا إحالة المواضيع الغير مكتملة إلى جهات الاختصاص لدراستها بشكل أفضل طبعا المواضيع التي يرى الرئيس أنها تفتكر إلى الدراسة الكافية أو غير مكتملة على الرئيس أن يحيل إلى جهات الاختصاص أو إلى لجان فرعية من المجتمعين لدراستها وبحثها بشكل أفضل وثم رفعها أو رفع تقرير مفصل عن هذه الدراسة في اجتماع لاحق وهل يمكن عرضها في اجتماعات لاحقة سادسا قيام رئيس الاجتماع بقراءة موضوع النقاش أو التكليف السكرتير بذلك أنه قوم رئيس الاجتماع بقراءة موضوع النقاش أو يكلف سكرتيره بذلك وبعد هذا يتم النقاش حول الموضوع ثم يطرح القرار للتصويت عليه سابعا في نهاية المناقشة لرئيس الاجتماع إتاحة الفرصة له إتاحة الفرصة لرئيس الاجتماع إتاحة الفرصة في التحدث لمن يطلبها وتكون عادة أولوية للعضاء الذين لم تتح لهم الفرصة في الحديث أو الذين يعارضون الاقتراح أو لهم جات نظرح معينة حول الاقتراح أو القرار المقدم ثامنا على رئيس الاجتماع أن يكلف نائبه نائب الرئيس أو أي عضو آخر برئاسة الاجتماع طبعا هذا في حال غياب الرئيس في حال غياب الرئيس إذا غاب الرئيس تاسعا يحبّد العمل على إجراء التكويم لجلسة الاجتماع وذلك لتلافي الأخطاء في الجلسات القادمة والعمل على تحسين الجلسات اللاحقة وتطويرها أي مشكلة تقع يجب تلافيها في المستقبل نتعلم من الماضي عاشرا التأكد من توافر العدد القانوني الذي يحدده النظام للاجتماع فأي قرار يتخذ بدون أن يتوفر العدد القانوني يعتبر لاغي وفي هذه الحالة على الرئيس تاجيل الاجتماع أو الانتظار حتى حضور المشاركين أو يؤجل الاجتماع إلى جلسات قادمة ثالثا الإعداد والتحضير للاجتماع التحضير للاجتماع والإعداد للاجتماع يعد أو يعتمد على قدرة السكرتير وكفاءته وخبرته وفاعليته ويتمثل التحضير والإعداد للاجتماع في جوانب معينة إذن نجاح الاجتماع يتوقف على عوامل كثيرة منها كما ذكرنا الهدف للاجتماع ووقت الاجتماع تاريخ عقد الاجتماع مكان عقد الاجتماع والإعداد والتحضير الجيد يجب أن يكون هناك إعداد وتحضير جيد للاجتماع والذي يتناسب مع الأهمية وهنا تظهر أهمية الدور الذي يقوم به سكرتير الاجتماع بالتنسيق مع الرئيس وخاصة على مستوى الاجتماعات الكبيرة إذا كانت هناك اجتماعات كبيرة تتصف بالقدر الكبير من الشكليات كاجتماعات الكمة واجتماعات هيئة الأمم المتحدة إلى آخرة طبعا هنا الإعداد للاجتماع يعتمد على قدرة السكرتير وكفاءته والخبرة السابقة والفعالية في التحضير لهذا الاجتماع طبعا يتمثل التحضير للاجتماع والإعداد له في الجوانب التالية أولا إعداد ملف خاص للاجتماع طبعا هذه من مهمات السكرتير قبل عملية الانعقاد حيث يجب توفير ملف يوضح فيه التاريخ تاريخ الانعقاد والمكان الذي سوف يعقد به الاجتماع وقائمة بأهم الموضوعات التي سوف تناقش لداخل الاجتماع ويجب ترتيبها حسب الأهمية لجدول الأعمال ترتيبه حسب الأهمية طبعا إعداد الدعوة الدعوة للاجتماع يجب أن ندعو إعداد الدعوة للاجتماع من الأمور المهمة التي يكون بها السكرتير قبل انعقاد الاجتماع قبل عملية الانعقاد بعد الاتفاق مع الرئيس على موعد ومكان انعقاد الاجتماع وأسماء المشاركين فيه وبذلك ترسل دعوة إليهم قبل انعقاد الاجتماع بوقت كافي كي تتاح لهم الفرصة في الإعداد والتحضير للاجتماع طبعا يفترض أن ترسل مع الدعوة أي مستندات أو بيانات أخرى متعلقة بالمواضيع المطروحة والتي سوف تناقش داخل الاجتماع داخل الاجتماع ثالثا اعداد جدول الأعمال اعداد جدول الأعمال حيث يشترك في اعداد هذا الجدول الرئيس مع السكرتير طبعا هذا الجدول يشمل بيانا عن موعد وتريق ومكان الانعقاد وأهم المواضيع المطروحة للنقاش مترتبة حسب الأهمية مع توضيع أسماء الأعضاء المشاركين ويتم اعداده قبل انعقاد الاجتماع لكي يتم توزيعه على الأعضاء لكي يعرف أو يعلم الأعضاء ما هي المواضيع التي سوف تناقش داخل الاجتماع طبعا لابد من الالتزام بجدول الأعمال جدول الأعمال مهم وإذا كان هناك متسع من الوقت بعد الالتزام بجدول الأعمال يكون في آخر الأعمال جدول الأعمال ما يستجد من أعمال حيث تتاح الفرصة لو كان هناك موضوعات جديدة لو كان هناك موضوعات جديدة إذن أداد جدول الأعمال الاجتماع اشتركوا في القناة